أهلا بحضراتكم من جديد ومتواصلين معكم في هذه الازمة اللي بيتصادم فيها معاد كأس الأمم مع كأس العالم للأندية وإزاي أن الاتحاد المصري ضرب تناش خالص وسائب الأهلي هو اللي في هذا المأذق ما بين هذا الارتباط وزاك بنجومه الدوليين العيبة اللي موجودة دلوقتي مع كأس العربي همين أن نحن نقول لحضراتكم بعد تأهل منتخب مصر والحمد لله إلى دور التمانية أنتوا عارفين أنه صعد عن المجموعة الأولى قطر تسع نقاط وعمان أربع نقاط صعد على المجموعة الثانية تونس ست نقاط والإمارات ستة المجموعة الثالثة صعدت المغرب تسع نقاط والأردن ست نقاط والمجموعة السابعة الرابعة تأهلت مصر والجزائر بسبع نقاط لكل منهما وكانت قمة الإسارة مصر صعدت بفارق الإنذارات لأول مرة نوصل لمرحلة هي خدوا نظار مش هي جب نجون هي خدوا نظار ما هي تبت بتهلل على الكونسب اللي حيرجحك أيو فأنت يعني وصلت التعادلات في كل حاجة وبقت اللعب النظيف هو الفايصل يعني وده يوضح لنا أهمية اللعب النظيف وهو ليه اللي تحت حط القيمة دي لأنه عايز راستق قيمة اللعب النظيف وده اللي أنا بقوله فإن اللعب النظيف إن الله يلعب بدون لعبته في كاس العالم البطولة إن شاء الله بكرة الجمعة مباريات دور الربع النهاية هتبدأ تونس مع سلطنة عمان الساعة خمسة مساء على استاد المدينة التعليمية في الدوحة قطر والإمارات في مواجهة مهمة جدا مرتقبة هتبقى الساعة التسعة على استاد البيت في الدوحة يوم السابت بقى في مباراتين المباراة المرتقبة الفراعنة والنشامة منتخب مصر مع منتخب الأردن حيبقى الساعة خمسة على استاد الجنوب مباراة صعبة جدا 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 هنتكلم فيها والمغرب مع الجزائر بقى دي مواجهة أخرى نارية جدا هتبقى الساعة التسعة على استاد الثمامة الدور قبل النهاية للبطولة حيبقى يوم الأربعة اللي جاي طيب بإذن الله تعالى منتخب مصر يتخطى منتخب الأردن برغم صعوبة المباراة وأهمية التركيز فيها لأنه أخشى أننا نكون وقعنا في فخ أننا والجزائر بنتصابق للنجاح من مواجهة المغرب وكأن الأردن سهلة لا بص آخر مباراة مع الأردن نحن نخسرناها فبس عشان ناس تتذكر يعني فمنتخب مصر مع الأردن الساعة خمسة يوم السبت الفائز منهم هيلعب الفائز من تونس وعمان هتبقى الساعة خمسة يوم الأربعة اللي جاي إن شاء الله إذن منتخب مصر بإذن الله يوم السبت يتخطى الأردن هيلعب الأربعة بإذن الله مع الفائز من تونس وعمان دي هتكون في قبل النهائي الفائز من المغرب والجزائر بقى المواجهة النارية هيلعب الفائز من قطر والإمارات يعني عندي مواجهة بين عرب أفريقيا المغرب والجزائر الكسبان هيلعب الفائز من مواجهة بين عرب أسيا قطر والإمارات البطولة زي ما أنتم عارفين مباراة تحديد المركز الثالث والنهائي حيبقى يوم السبت 18 ديسمبر عشان كده قلتلكم بإذن الله منتخب مصر يكمل ولعبة الأهل الدوليين تفضل موجودة في الدوحة انتظارا لسفر بعثة الأهل إليهم إن شاء الله نتمنى نشوف أي محاولة للحلول اهتمام عايزين اهتمام نتمنى أن يعتبر النادي الأهلي نادي مصري له حقوق وعليه مسؤوليات ومسؤول عنه اتحاد يجب أن يوقف معه أو يبداع أن يوقف معه بلاش يوقف معه عايز أقول لكم اللي حصل دلوقت هو لما حصل أن مباريات الكونفدرالية الكونفدرالية لما تعرضت مع كأس العرب كأس العرب على فكرة بطولة مهمة لاتحاد الدولي بصص لها بعين الاعتبار مسؤول الفيفا موجودين في الدوحة لأنه شايفين أن كأس العرب في التوقيت ده في قطر دي البروفة لكأس العالم من كل الأوجه لدرجة أنه النهاردة كابتن واق الجمعة وجهاز المنتخب مع مسؤول الاتحاد الكرة راحوا تفقدوا غرف الإقامة في الفنادق الخاصة بكأس العالم يعني حب دولة قطر حبت تحط الفرق العربية المشاركة بالذات اللي متأهلين للأدوار الإقصائية في التصفيات مصر جزاير تونس كل الدول العربية ودول أسيا اللي متأهلين للأدوار المتقدمة للتصفيات خدوهم فرجوهم على فنادق كأس العالم عشان يبدأ الكل يختار الأماكن بتاعته تحسبا للتأهل إن شاء الله فإلى هذا الحد كأس العرب عند الفيفا مهمة جدا بروفة بتختبر فيها عشان كده الأول مرة يعترب بيها بتختبر فيها كل قدرات قطر التنظيمية سواء الإمكانات الطبية جهود الاحترازية المواصلات الجماهير الاستضافة التدريبات ملعب المباريات التيكتس توزيع التذاكر حضور وخروج الجماهير بروفة الكاس العالم مع هذه الأهمية لما تعرضت مع الكون فيدرالية لأن الجهاز الفني لمنتخب مصر قالك هستغنى عن لعبة بيرامدز ولعبة المصري مش هيجيب المحترفين في الخارج وكمان ساب لبيرامدز لعبته بيرامدز بالمناسبة بياخد منه كارلوس كروش من أربع لخمس لعبين فيهم تلات أربعة في التشكيل الأساسي في الفترة الأخيرة صحيح ما خدش رمضان صبحي آخر مرة بس إبراهيم عادل أساسي عبدالله السعيد أساسي قبل كده خد عمر جابر وخد رمضان صبحي عنده أربع خمس لعبة من بيرامدز غض الطرف تماما عن لعبة بيرامدز وعن لعبة المصري علشان الكون فيدرالية ده اللي أنا بقوله للاتحاد الكورة وانت لو سبت الأمور متصدمة كده مع بعضها كل اللعبة تروح ندقيها هتلعب في المنتخب بمين الأفضل والأوفر تحقل المنتخب فرصة يستعين بكل الأندية بحيث أنه لا تتعارض الموعيد مع ارتباطات أخرى اللي حصل في الكون فيدرالية ما يتكررش مع كأس العالم للأندية